لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية يحافظ على سيادة القانون الدولي ويحترم جميع الأطراب التزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية وصولا إلى سلام عادل وشامل في المنطقة كما تجدد المنظمة دعمها للسلطة الفلسطينية برعاسات فخامة الرئيس محمود عباس ودعمها للخيارات الوطنية للشعب الفلسطيني بما يحقق آماله وتطلعاته طاب صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا معالي الأمين والآن الكلمة لمعالي وزير خارجية دولة فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس سمو الأمير فيصل بن فرحان السعود معالي الأمين العام يوسف بن أحمد العتيمين أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة بداية أتوجه بالشكر الجزيل لكم جميعا على تحرككم السريع وبالغ الأهمية في هذا الوقت الحرج والذي تتعرض فيه قضيتنا المركزية قضية فلسطين وقلب عمل منظمتنا العتيدة والقدس الشريف إلى التقويد وفي ظل محاولات غير مسبوقة لإنكار حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين بالإضافة إلى تزوير الحقائق التاريخية حول الصراع العرب الإسرائيلي بما فيها تحميل دولنا الإسلامية مسؤولية نكبة عام 1948 والتغطية على المجرمين الحقيقيين لقد تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية باهتمام بالغ مواقف دول وشعوب أمتنا الإسلامية من صفقة ترامب نتنياهو وبهذا الصدد فإننا نقدر ونشكر كل من أعرب من أبناء أمتنا الإسلامية شعوبا وحكومات عن دعمهم ووقوفهم مع حقوقنا المشروعة ضد محاولات فرض حلول تفتقر لأدنى مقومات العدل على شعبنا وتعمق الظلم التاريخي الذي أصابه وتؤبد استعماره قبل يومين انعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخلص الاجتماع بعد الاستماع لكلمة السيد الرئيس بتبني مشروع القرار بالإجماع والذي يرفض فيه كل العرب صفقة القرن والدعوة لعدم التعاطي معها هذا الرفض الواضح والصريح هو نقطة ارتكاز لنا لاستكمال هذا الجهد والبناء عليه واسمحوا لي اليوم أن أشرح لكم ولشعوبنا لماذا ترفض دولة فلسطين هذه الصفقة التي ستؤدي في حال تمريرها إلى تصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة وتدمير الأسس التي قامت عليها عملية السلام وتؤسس لتبني وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وروايته المنحرفة حول الصراع علاوة على زعزعة وانتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فمشكلة الصفقة لا تكمن في تفاصيلها فقط المشكلة هي في المفاهيم والفرضية التي بنيت عليها والعقلية المتعصبة والعنصرية التي أعدتها وهذا هو السبب في أن تفاصيلها خطيرة للغاية وتم عرضها بهذا الشكل المضلل على أنها صفقة سلام بالاعتماد على مفهوم ترامب المفضل المتمثل باستخدام ما يطلق عليه بحقائق بديلة لماذا يجب رفض الصفقة؟ الصفقات تعقد بين طرفين رغبين وهذه الصفقة تمت بين إدارة الرئيس ترامب وبين الحكومة الإسرائيلية ولم يكن للجانب الفلسطيني أي شأن به لا يمكن تسمية هذه الصفقة بخطة سلام حيث أن الفلسطينيون ليسوا جزءا منها وهي تقضي على كل فرص السلام الصفقة هي خطوة أحادية ولا يمكن القبول بأي إجراء أحادي الصفقة تتحيز بشكل كامل للجانب الإسرائيلي وتتبنى روايته ورؤيته وتقضي على آمال الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة المتواصلة جغرافيا هو القابل للحياة وتحجب عنه حقه غير القابل لتصرف وتسلب منه حقه في السيادة هذه الصفقة تلغي ما هو قانوني حق الشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي وتتبنى ما هو غير قانوني المستوطنات وتشرع إجراءات الضم الإسرائيلية الشعب الفلسطيني هو الوحيد صاحب السيادة في دولة فلسطين ولن يقبل أن تعطى السيادة والحق بالسيادة أو الانتقاص منها لأي جهة أخرى وتحديد دولة إسرائيل الصفقة تفرض على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والقبول بالقدس غير المجزأة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل وتلغى القدس كعاصمة لدولة فلسطين الصفقة تعطي إسرائيل السيطرة الكاملة على مقدرات دولة فلسطين على حدودها وعلى أمنها مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لأراضي تلك الدولة هذه الصفقة تسمح لإسرائيل بالضم غير القانوني للأرض الفلسطينية وتمنع دولة فلسطين من كل عناصر السيادة تحت حجة الأمن الصفقة تلغي أي التزام بالقانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر